طب إيه وجه الإنكار من سادتنا وعلمائنا الذين لا يرون مشروعية صلاة التسبيح ما وجه الإنكار؟ لماذا؟ قالوا لضعف السند في الروايات الثابتة في صلاة التسبيح وإن صح السند فالمتن فيه نكارة قالوا الأحاديث الثابتة في صلاة التسبيح ضعيفة الإسناد وإن صح الإسناد في بعض الروايات فمتن الروايات متن فيه نكارة ليه؟ قالوا لبخالفة هذه الصلاة لهيئة الصلاة المعروفة الإمام الشوكان رحمه الله يقول ولا شك ولا ريب أن هذه الصلاة في صفتها وهيئتها نكارة شديدة مخالفة لما جرت عليه التعليمات النبوية هذا قول الإمام الشوكاني ومنهم من قال أيضا لهذا الثواب العظيم جدا المترتب على آدائها فرد سادتنا وعلماؤنا الذين رون مشروعيتها ممن صححوا أحاديثها أو حسنوها ردوا بما يلي قالوا حديث صلاة التسبيح صح سنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وله طرق كثيرة وموضوعه أمر تعبدي لا دخل للعقل فيه فلا يسع المؤمن إلا أن يسلم وأن يصدق ما دام قد صح السند لقوله جل وعلا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسله أمر أن يكون لوم الخيارة من أمرهم الآية وآل ليس من شرط صحة الصلاة أن تكون الصلاة موافقة موافقة لهيئة الصلاة المعروفة لنا وقد قبل العلماء بلا خلاف صلاة الخوف وصلاة العيد وصلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء وصلاة الجنازة وكل هذه الصلوات مخالفة في هيئتها لصلاة المعروفة وكل هذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا والزيادة في صلاة التسبيح هي زيادة في التسبيحات وزيادة في جلسة الاستراحة وكل هذا له أصل في الزنة وفي الصلاة فلقد قال عليه الصلاة والسلام في الصلاة إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن ألو أما الأجر فذلك فضل الله أتيه ما يشاء فقد يترتب على عمل صغير مغفرة لما تأخر من الذنب كما حصل مثلا لأهل بدر وكما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام يوم عرفة أنه يكفر ذنوب سنة ماضية وسنة آتية كما أن العبادة في الهرج في زمان الغفلة يضاعف أجرها العبادة في الهرج كهجرة إلي كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث معقل بن يسار فالعبادة في زمان الفتن كأيامنا هذه يضاعف أجرها كما في صلاة الشروق مثلا كأجر حجة تامة 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 وقيام الليل فيه من الأجر ما قد ذكرناه وفضل الله عظيم لا منتهى لحده والله واسع عليم هذه باختصار أقوال سادتنا وإمتنا من أهل العلم والفضل في صلاة التسبيح وأنا مع من يقول بمشروعيتها فأقل درجات الحديث كما قال كثير من أئمتنا أنه حديث حسب ولو فعلتها ولو في العمر مرة فلا أبأس بذلك ترجمة نانسي قنقر